الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل يقول ما هو المقصود من القرب في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان في صورة البقرة يقول هذا السائل ما هو المقصود بالقرب القرب من الله ليس بالمسافات القرب إلى الله ليس بالأمكنا الله تبارك وتعالى لا يجري عليه زمان ولا يفتقر إلى مكان سئل عليه الصلاة والسلام أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض قال كان ولا شيء غيره كان ولا شيء غيره فالقرب من الله هو بالطاعات وقرب الله منك هو بالإجابة ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد قال الإمام الطبري يعني أن الله تبرك وتعالى يعني قريب يعني يسمع دعاءك ويجيب دعوة الداعي وقال الإمام القرطبي أي بالإجابة يعني فإني قريب يعني بالإجابة يعني يستجيب لدعائك وقال الإمام البغوي قريب منهم بالعلم الله قريب من خلقه بالعلم قريب منهم بالإجابة قريب منهم بالعطاء قريب منهم بالإيجاد قريب منهم بالإمداد قريب منهم بالرحمة يرحمهم هذا وش مع أنت قريب اسمع إلى القرآن وهو يقول أعوذ بالله من السيطان الرجيم كلا لا تطعه واسجد واقترب شفت واسجد واقترب فأنت تتقرب إلى الله بالسجود القرب إلى الله ليس بالمسافات لأن الله لا يحده مكان لو كان الله تبرك وتعالى في مكان لكن كلما تقربت إلى ذلك المكان كنت قريبا منه ولكن اعتقاد أن الله في مكان هي عقيدة الفرعون وليست عقيدة للمسلمين على الإطلاق الفرعون كان يعتقد أنه إله الأرض فيعتقد أن الله إله في السماء ولذلك قال يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كذبا يعني فرعون كان يعتقد بعقليته الفرعونية أن الله يسكن السماء هذه عقيدة فرعونية أما المسلم فلا يعتقد أبدا أن الله في مكان أو أن الله خلق السماء ليستقر فيها أو خلق العرش ليجلس عليه فلا العرش يحمله ولا السماء تسنده بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته مقهورون تحت قبضته كان الله ولا مكان وهو على ما عليه كان لم يتغير عما كان علم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون هكذا المسلمون يعتقدون أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق المكان هو الذي خلق المكان المكان مخلوق لله والله غني عن العالمين فلا يتقرب إليه بالمسافات كلا لا تطعه واسجد واقترب اسمع إلى القرآن وهو يقول أعوذ بالله من السيطان الرجيم إن رحمة الله قريب من المحسنين في صورة الأعراف إن رحمة الله قريب من المحسنين اسمع إلى القرآن وهو يقول أعوذ بالله من السيطان الرجيم وقربناه نجيا وقربناه نجيا هذا تقريب تشريف بالكلام والنبوة ثم يقول عينا يشرب بها المقربون في صورة المطففين عينا يشرب بها المقربون ويستعمل في المكان كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقرب هذه الشجرة في صورة البقرة ولا تقرب هذه الشجرة هنا إشارة إلى المكان لأنها تعلقت بالمخلوق بآدم وحواء والجنة وشجرة فلما تعلق القرب بالمكان علمنا أنه يتحدث عن مخلوق وليس عن الخالق إسمع إلى القرآن وهو يتحدث عن القرب ويتعلق بالزمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقترب للناس حسابهم هنا اقترب يعني اقترب زمان حسابهم إسمع إلى القرآن وهو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ فَإِنِّي قَرِيبِ بالإجابة فإني قريب بالرحمة فإني قريب أستجيب لدعائهم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إسمع إلى القرآن وهو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ولذلك كلما رأيت رجل المحسن تقرب إليه فإن رحمة الله قريبة منه إن رحمة الله قريب من المحسنين إذا أردت أن تتقرب إلى رحمة الله تقرب من رجل المحسن لأن رحمة الله قريب من المحسنين قريب ولم يقل قريبة قال سعيد بن جبير الرحمة هاهنا الثواب فرجع النعت إلى المعنى دون اللفظ إسمع إلى القرآن وهو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لأن الله هو الذي خلقك وهو الذي يقبض روحك الله تبارك وتعالى قريب إلى عباده برحمته بعطائه بفضله بقدرته بعلمه هذا هو القرب قرب الله من مخلوقاته وقرب المخلوق إلى الله بالعبادة والطاعة والركوع والسجود وإلى حصة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا